عدنا إليكم مشاهدين حيث تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج الذكاء الاصطناعي وخاصة عقب بدء العلماء الصينيون بناء ما يعرف بعقل المدينة لتعزيز أجهزة الكمبيوتر في قلب المدن الزكية التي تجري مسحا عاما للبنات يبدأ من شوارع بكين الواسعة وينتهي بشوارع المدن الصغيرة وتعمل تلك التقنية على تجميع ومعالجة المليارات من المعلومات من خلال شبكات معقدة من أجهزة الاستشعار والكاميرات وغيرها من الأجهزة التي تراقب حركة المرور والوجوه البشرية والأصوات وغيرها وعلى إثر ذلك تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تطورات الزكاء الاصطناعي وأول تغريدة معنا اليوم كانت من نور التي قالت يكشف تقرير مايكروسوفت حول مؤشر توجهات بيئة العمل لعام 2023 الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تمكين بيئة العمل المستقبلية عن حاجة كل موظف لامتلاك مهارة استخدام الذكاء الاصطناعي أما عبدالغني فقد غرد قائلا هل سنقول وداعا للمهندسين بفضل الذكاء الاصطناعي يمكنكم تصميم بيتك وإنتاج عشر نمازك في دقائك أما عصام فقد غرد قائلا قريبا قد يكون لكل منا معالج نفسي في جواله بفضل الذكاء الاصطناعي وعن قدرة الذكاء الاصطناعي في الترجمة غرد أسامة قائلا استخدمت الذكاء الاصطناعي لترجمة فيديو تكلمت فيه بالانجليزية لغتين لم أتحدثهما في حياتي الإسبانية والهندية والمفاجأة أنه غير حركة الشفتين لتتطابق تماما مع الكلام في كل لغة وحتى الصوت كان نفسه تقريبا أما آخر تغريدة معنا اليوم فقد كانت من وليد الذي تتساءل قائلا ما هو تأثير الذكاء الاصطناعي خلال الخمس سنوات القادمة تسعة وستين مليون وظيفة سوف تظهر وأربعة وأربعين بالمئة من المهارات سوف تتغير وثلاثة وعشرين بالمئة من الوظائف تتغير إذن مشاهدين هذه كانت أبرز مجموعتنا من التغريدات اليوم حول ردود الفعل من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تطورات الذكاء الاصطناعي والآن نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم من جديد